اهلا بكم البنات من تكونوا بالف خير كما عودناكم دائما مطبخ روزة ليوم جبت لكم مارق جازر بالزيتون مقطع شرائح كما روكو تشوفوا جا طبق رائع سهل التحضير سريع معد زين بسيط الوقت تشوفوا المقادر هنا عندي القدر اللي سنطيبوا فيها نحط فيها اربع ملاعق من الزيت نحط فيها حبة بصل مقطعة نزيدها قطع من الدجاج حسب افراد الاسرة هنا البنات نقليوها كما روكو تشوفو هنا قليط البصل مع الدجاج كي نقلها نحط عليها حبتين من الطماطم ونرجعها فوق النار تنقلها هنا البنات شوفو هنا بعد ما نقل الدجاج نتاعنا نحط لها ربطة من المعدنوس وملعقة من طماطم مصبرة نزيد لها ملعقة من الملح ملعقة من تواب المشكلة قليل من زعفران نحط الجزر نتاعي اللي قلت لكم كنا نقيناه وغسلناه قطعناه الى دوائر نمرقه بالماء حتى يتدرق الجزر نحطوه فوق النار يطيب نحطوه فوق النار يطيب نحطوه فوق النار يطيب نعطوه فوق النار يطيب نضيف نضيف المارق منتع الجزر اللي قلت لكم احنا طيبناه فيه نزوله قليل من المارق ونرجعوه طيب فوق النار من هالبنات بعد ما طب الجزر منتعنا والزيتون نجيو نقدموهن في صحن نحطوه قطع من الدجاج نزيدوا عليهم الزيتون ونزينوه قليل من القصبر أتمنى تعجبكم الفكرة البناء تجربوها جاء طبق رائع لذيذ كم مارقوا تشوفو تزين بسيط ما تنساوش دعموا نجاموا أبني القناة ومع السلامة